الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بأصف الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله بامتسال أوامره واجتناب نواهه فذلك سعادة الدنيا والأخرى والتفلت من التقوى حسران عظيم ومعال وخيم عباد الله إن العمال السالحة تتفاضل عند الله بنفعها لفاعلها ولغيره ويتضاعف صوابها بدوام منافعها وعمومها والحسنات الجارية والصدقات النافعة من الإحسان الذي هو على مراتب الإسلام فإن الدين الإسلام إيمان وإحسان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك ويدخل في مسمى الإحسان نفء الخلج بأموم المنافع إبتغاء وجه الله تعالى كما قال عز وجل وسارعوا إلى مكشرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المفسنين وكما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المفسنين وكما قال عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وكما قال عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربء الأعلى ولسوف يرضى وكما قال عز وجل ويتعمون تآم على أبه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نتعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والصدقات فيها إهسان إلى المتصدق نفسه لأن الله يصيبه على الحسنة لأن الله يصيبه على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أفقاف كثيرة قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن أم بحسنة فلم يعملها كتب الله إنه حسنة كاملة فإن أم بها فعملها كتب الله إنه عشر أثنات إلى سبعمائة ضعف إلى أفقاف كثيرة فإن أم بسيئة فعملها كتب الله إنه سيئة واحدة رواح البخاري والمتصدق يحسن إلى نفسه بالصدقات لأنه بالصدقة يتسب بالرحمة التي هي من أكرم الضفات النبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شكي رواح أبو داد والترمذي وعن أبد الله بن عمر بن العانسي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمكم الرحمن إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السباة رواح الترمذي وعبو داد وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواتهم وتراكمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا استكى من أعضون تداء له سائر الجسد بالثهر والأمة رواح البخاري ومسلم والمتسجق إباد الله يحسن إلى نفسه بالصدقات لأن الله يدفع بالصدقات الشهور والمقوحات ويجلب بها الخير والبركات النبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سناع المعروف تكي مسار الثوء وسدقة السر تطفئ الغضب الرب وسلة الرحم تزيد في العمر رواح التبراني قال في مجمع الزواعد إسناده حسن وأن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار رواح الترمذي وأن أقبت بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كل إمرئ في ذل صدقته في كل صدقته يوم القيامة حتى يفسل بين الناس رواح أحمد والتبران ونبي أرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصر صدقت من مال وما زاد الله أبدا بأفو إلا إذة وما توازأ عبد لله إلا رفع الله رواح مسلم والترمذي والتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلهه وهو خير الرازقين والمتصدق أحق بماله من وارسه فإن النفع الحقيقي للمال هو النفع الأخروي وأما نفع المال الدنيوي فينتهي بموت الإنسان عن أبي حريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو نبس فأبلى أو تسدق فأمضى وما سوى ذلك فهو ذاهب وطارقه للناس رواح مسلم والإبن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ما لوارسه أحب إليه بن ماله قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدما وما لوارسه ما أخره رواح البخاري وصدقات عباد الله إذا وقعت في مواقعها ونال المستهقين فرج الله بها كرب المقروب كرب المقروب وسد بها آجة المهتاج وعان الله بها المساكين وقضى الله بها المنافع ويسر الله بها المسالح وتحقق بها التكافل الجماعي بين المسلمين النبي غررت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ننفس أن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله أنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سكر مسلما سكره الله في الدنيا والآخرة والله في أولي الأبد ما كان الأبد في أولي أخيه رواه مسلم وأن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته رواه أبو داوت ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه رواه البخاري ومسلم وعبواب الخير إباد الله التي تنفع المسلمين كثيرة وترق البر متعددة والصدقة الخالصة لله التي تقع بيد مستحقها يشكر الله لساحبها ويداعبها النبي غررة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أهد بسدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كفر الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أهدكم فلوه أو فسيلة رواه البخاري وبسلم وما أكثر السبل الخير وما أيسر الطاءات على من وفقه الله تعالى والرسول يقول صلى الله عليه وسلم إذغوني في الضعفاء فإنما تنسرون وترزقون بضعفائكم فأحرسوا رحمكم الله على الإنسان إلى أنفسكم بما خولكم الله من المال الذي من نبي عليكم وإلى الإنسان إلى أنواع المحتاجين من الفقراء والأيتام والمعاقين وشباب الذين يسعون للذوات والمنقطعين لطلب العلم وجمئيات تحفظ القرآن والمردى والمدينين والمعصرين والله تعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خير وعزم أجرا والسفر الله إن الله الظفر الرحيم ونتهجرن أيها المسلم من المعروف شيئا فإن الله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مسقال ذرة شرا يره ويقول تعالى يا بني إنها إن تكون مسقال حبة من خردل فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قبيل ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا ركاوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون إباد الله إن الله عمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز وجل من قائل إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من سلا علي ثلاثا واحدة صلى الله عليه بها عشرة وسلوا وسلموا على سيد الأووابين سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمسركين اللهم قل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأهياء منهم والأموات اللهم إذ الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم قل لنا معيدا ولا تجعل فاجر علينا يدا يا رب العالمين وكنعنا من الدنيا باليسير وأول علينا كل أمر عصير وجعل لنا من كل ذيك فرجه ومن كل حم مخرجه اللهم جمع كلمة المسلمين وألب بين قلوبهم ووفقوا لات أمورنا لما تحب وتردى وخذ بنواسيهم للذر والتقوى وجعل هذا البلد آمنا متمئنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل الأمناء والسلامة على ولايتكم بخاصة وعلى ناجرية عامة يا رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله ورب العالمين ربنا عاجنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر